مرحبا طلاب ان شاء الله تكونون بخير وان شاء الله تكونون ضبطتوا التكامل لان اليوم عدنا موضوع هو تطبيقات على التكامل اللي اخذناها فان شاء الله كل الدوال تقدرون تكاملونها سواء الاعتيادية او المرفوعة الاس او الكسرية او الجذرية او الشطرية او الدوال المثلثية او الدوال اللي تتكامل باللن المفروض كل الدوال نعرف اشلون نكاملها واشلون نفكر بيها الى ان نوصلها للمكان اللي تتكامل بيه اليوم طبعا عدنا موضوع مهم جدا 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 وماكو اسئلة وزارية تخلو من فرع يجي على هذا الموضوع اللي هو المساحات عدنا نوعي اعزائي من المساحات اللي راح نحسبها اول نوع اليوم راح نحكي عنه هو مساحة المنطقة حتى احسب مساحة منطقة هاي المنطقة محددة محددة بيمن بمنحني ومحور السينات يعني فرضا اني عندي منحني دالة ما اجي بهالشكل هذا اتقاطع ويا محور السينات هنا وهنا مثلا فكولي منطقة وهذا المنطقة مغلقة هاي المنطقة مغلقة فطلب من عندي مثلا احسب مساحتها اذا اليوم مساحة المنطقة يا منطقة المحددة هاي المنطقة محددة بيمن بالمنحني يعني بهذا المنحني ومحور السينات مساحة المنطقة المحددة بالمنحني ومحور السينات طيب شلون ممكن نحسب مساحة هاي المنطقة اول خطوة من خطوات الحل يقول نجد نقاط التقاطع نقاط التقاطع مع محور السينات هاي الدالة مثل ما انتو شفتو جاي تتقاطع ويا من ويا محور السينات فأول خطوة من خطوات الحل ايجاد نقاط تقاطع المنحني مع محور السينات زين شلون نلقي نقاط تقاطع المنحني مع محور السينات قال نجعل الواي تساوي صفر الواي اللي هي الـ fx الواي هي نفسها الـ fx أصفرها ونجد قيم منه ونجد قيم x إذن أول خطوة من خطوات الحل نجد نقاط التقاطع مع محور السينات نجعل الواي اللي هي fx تساوي صفر ونجد قيم x هاي أول خطوة الخطوة الثانية قال نأخذ من قيم X القيمة التي تجزء الفترة يعني شنو؟ يعني فرضا أني منطيك فترة بالسؤال والفترة على سبيل المثال لتكون 2 و 6 ماشي هذه فترة هو ينطيك إياها بالسؤال وخلي نقول أنت بعد ما صفرت الدالة لقيت قيم X ولتكون هاي القيم الاثنين والثلاثة والأربعة والسبعة على سبيل المثال هل هاي القيم اللي يناه كلها ناخذها؟ لا نأخذ من قيم X القيمة التي تجزء الفترة يعني القيمة اللي تقسم الفترة هل هاي الاثنين تقسم الفترة؟ لا إذن ما ناخذها هل هاي الاثنين تقسم الفترة؟ يعني صايرة بين الاثنين والستة؟ صايرة إذن ناخذها هل هاي الاربعة موجودة بالفترة؟ نعم صايرة إذن ناخذها أيضا هل السبعة موجودة بالفترة؟ لا ما موجودة إذن ما ناخذها إذن الخطوة رقم اثنين نأخذ من قيم X القيمة التي تجزء الفترة نأخذ من قيم X القيمة التي تجزء الفترة الخطوة رقم ثلاثة قال نحسب المساحة لذي المساحة شو نحسبها هاي المنطقة قال المساحة هي تمثل تكامل من A إلى B للدالة الموجودة بالسؤال اللي هي الدالة يسمونها الدالة الأصلية اللي موجودة بالسؤال طيب هنا راح تسألني هما منو ال-A وال-B ال-A وال-B هما حدود المنطقة اللي أنا أريد أحسب مساحتها إذن من A إلى B وأكامل الدالة الأصلية الخطوة رقم اربعة قال المساحة الكلية قلت له هاي شيني قال ممرات الدالة مالتك تيجي تنزل وترجع تصعد بعد مرة فتتقاطع مع محور السينات في مكان آخر بهالحالة هاي عندي منطقتين فممكن هاي أحسب مساحتها واحد وهاي واحد فهاي فترتها أخرى يعني عدها غير فترة هاي المنطقة فقال المساحة الكلية هي جمع القيمة المطلقة للمساحات يعني أنا مثلا أريد المساحة الكلية أروح أجمع المساحات كلهم لكن تحت المطلق ليش؟ حتى تكون قيم موجبة دائما تقول لي طيب ما هي مساحات ليش تطلع بالسالب أصلا السالب هنا يشير إلى أن المنطقة صايرة تحت محور السينات يعني جو محور السينات ماشي هذا السالب معناه إذا طلعت المساحة بالسالب لذلك إحنا لما نوديهم بالمطلق راح يتحولون إلى موجب كلهم من ثم نجمعهم ملاحظات على موضوعنا الملاحظات مهمة أول ملاحظة يقول كل منطقة كل منطقة تحدد بفترة شون هسي هاي؟ هاي منطقة تحدد بفترة هاي المنطقة الثانية تحدد بفترة إذن كل منطقة تحدد بفترة والفترة تمثل حدود التكامل والفترة تمثل حدود التكامل إذن الفترة اللي ينحددها مالة المنطقة هي حدود تكامل المنطقة اثنين أو حدود تكامل الدالة إذا لم يعطي فترة إلى منطان فترة إذن المنطقة هنا ما محددها وأعطى مستقيمان أو مستقيمات هما يحددون الفترة فإنهما يمثلون الفترة إذن مرات يمطيني مستقيمين ذول المستقيمات طبعا يمثلون شنو يمثلون الفترة بس طبعا في شرط مستقيمات هنا هي تمام قيم اكس يمثلون ثلاثة إذا لم يعطي فترة إذا ما نطاني فترة ولا مستقيمان فإنه كل قيم اكس تأخذ بهالحالة هاي راح أخذ كل قيم اكس اللي خلي نقول وجدتهن اللي هني مثل النقاط التقاطع بهالحالة هاي كل القيم راح نأخذهن طبعا هو هذا المحصي لأمالة موضوعنا أو المختصر المفيد إلها هسا نبدأ عاد نحل أسئلة وما راح نطلع طبعا خارج اللي كتبناه ذلك انتبه عليه هنا المفروض بديش المعلومات انت تقدر تحل أي سؤال يواجهك بموضوع المساحة السؤال الأول قال جد مساحة المنطقة المحددة يريد مساحة المنطقة المحددة بمنحن الدالة إذن المنطقة محددة بمنحن الدالة ومحور السينات وعلى الفترة سال باثنين باثنين إذن المنطقة مالتنا اللي طالب منعدنا مساحتها محددة بمنحن الدالة ومحور السينات وهذه الفترة إذن أول خطوة من خطوات الحل روح نصفر الدالة فلما نصفر الدالة راح يصير عندي X تكعيب ناقصا 4X تساوي نصفر أجي أحاول أحللها وأطلع قيم X أسحب عام المشترك X موجود بالحدين فرح يبقى أن X تربيع ناقصا 4 يساوي نصفر أيضا هنا عدنا هاي فرق بين مربعين فأحللها أيضا إذن X بX ناقص بزائد 2 ب2 إذن أما X أما X تساوي نصفر هاي أول قيمة لـ X أو X تساوي نثنين هاي ثاني قيمة لـ X أو X تساوي نصفر هاي ثالث قيمة لـ X تمام طيب طيب بعدها بعد ما لقينا قيم X روح نشوف الفترة مالتنا من وين لـ وين من سالب 2 إلى 2 هاي قيمة لـ X هاي قيمة X اللي طلعناهن نأخذ من عدهن فقط القيمة اللي تجزئ اللي تجزئ اللي تجزئ الفترة اللي هي مني الصفور تمام إذن هاي عدنا منطقة أولى مساحة أولى صارت عندي منطقة تين هاي المنطقة الأولى فترتها من سالب 2 إلى 0 وعندي منطقة ثانية يعني راح أحسب لها أي تو فترتها من صفور إلى 2 طيب هاي السعاد أبدي أحسب المساحة الأولى المساحة الأولى من سالب 2 الفترة مالتها إلى الصفور أكامل منه أكامل الدالة X تكعيب ناقص 4X DX تمام وأبدي طبعا أكامل تكامل عادي وأحسب حسابات عادية تكامل الأكس تكعيب X أربعة على أربعة ناقص الأربعة أكس تكاملها 2X تربيع باعتبار يعني 4X تربيع على 2 تختصر الأربعة وياه الاثنين تنطيني 2 بعدين طبعا أعوض بالصفور وبالسالب 2 هسه راح أبدأ أعوض بالصفر فصفر هنا وصفر هنا إذن تنطيني 0 ناقص أعوض بالسالب 2 سالب 2 لدي سالب بره راح أسويها موجب أربعة هاي عدنا المساحة الأولى أنتقل لحساب المساحة الثانية لها راح تكون بنفس الأسلوب اللي حسبنا بها المساحة الأولى ولكن الفترة تختلف لكن الدالة هي هي X تكعيب ناقص 4X DX أكامل فراح أصير عندنا تكامل X تكعيب هي X 4 على 4 تكامل 4X 2X تربيع ونعوض بالاثنين وبالصفر لما نعوض بالاثنين 2X4 16 على 4 4 لما نعوض بالاثنين 2 تربيع 4 في 2 8 إذن عوضت بالاثنين ناقص أعوض بالصفر هنا صفر هنا صفر إذن النتيجة صفر 4X8 سالب 4 هذه المساحة الثانية تمام المساحة الكلية تساوي أن مطلق المساحة الأولى زائد مطلق المساحة الثانية ماشي المساحة الأولى هي أربعة المساحة الثانية هي سالب أربعة فهذا الأربعة تطلع من المطلق موجب وهاي أيضا تطلع موجب ولو هاي أصلا موجب من أصلها فراح تصير عندنا المساحة الكلية ثمانية يونت تربيع هاي المساحة الكلية حسبناها طيب نجي على السؤال الثاني السؤال الثاني طبعا عدنا يريد من عدنا المساحة مالة المنطقة التي يحدها مخطط الدالة هذا مخطط الدالة وبالمناسبة هاي الدالة اللي جاي يشوفونها هي دالة قطع مكافأ أو معادلة قطع مكافأ الصادي يعني هاي قبل شنا نرسمها بالشكل هذا متمام هنا المنطقة اللي يريد من عندي أحسب مساحتها يحدها مخطط الدالة يعني جهة من الجهات هتلقاها مخطط الدالة ومحور السينات والمستقيمين X يساوي واحد وX يساوي ثلاثة X يساوي واحد هنا X يساوي ثلاثة على سبيل المثال هنا تمام إذن هاي المنطقة اللي طلب من عندي أحسب مساحتها يحدها مخطط الدالة منها ومحور السينات منها والمستقيمين منها بالتالي راح نجي نقول أول خطوة من خطوات الحال هي تصفير الدالة لما أجي أريد صفر الدالة اللي هي X تربيع يساوي صفر راح تطلع عندي X تساوي صفر هاي X تساوي صفر ما تنتمي الفترة تقول هي وين فترتك أصلا إحنا متفاقنا المستقيمين ذولي قبل شوي هي مثلون فترة فما تنتمي للفترة مالتنا يعني هذا الرغم ما يجزء يعني المنطقة ما راح تنقسم فبالتالي عدنا مساحة وحدة من واحد إلى ثلاثة وهاي المساحة هي حدودها من واحد إلى ثلاثة يعني فترتها واحد وثلاثة نروح نحسب هاي المساحة المساحة هاي من واحد إلى ثلاثة إن كامل الدالة مالتنا فلما نجي كاملها راح تصير عدنا لX تربيع تكاملها X تكعيب على ثلاثة وراح تلقانا نعوض مرة بالثلاثة ومرة بالواحد فلما نعوض بالثلاثة راح يصير عندي 27 على يمين على ثلاثة ناقص لما نعوض بالواحد راح يصير واحد على يمين على ثلاثة فنجي نقول يا بل مقامات موحدة هنا ثلاثة 27 ناقص واحد 26 على ثلاثة يونت تربيع حسبنا المساحة نجي إسا طبعا للسؤال رقم ثلاثة محاضرتنا اليوم السؤال رقم ثلاثة أعزائي أيضا قال لي جدت مساحة المنطقة المحددة بمنحن الدالة ومحور السينات فكالعادة نجي على أول خطوة من خطوات الحل اللي هي انصفر الدالة فاش راح يصير عندي راح يصير عندي اكس تكعيب ناقص ثلاثة اكس تربيع زائد اثنين اكس يساوي نصفور بعدين أسحب الاكس مشترك لأن موجود بالحدود كلها فراح يبقى لنا اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس زائد اثنين يساوي نصفور وبعدها راح أجي أحلل بهالشكل هذا فراح يصير عندي اكس باكس ناقص تنزل ناقص بالزائد ناقص هاي اثنين بواحد تمام اذن اما اكس تساوي ناقص صفر او اكس تساوي ناقص اثنين او اكس تساوي ناقص اهاي طلعا عندي ثلاث قيم للأكس طبعا هاي قيم الاكس راح اجي ارتب تصاعدي هالمرة ليش دولي ناخد هم كله اللي اين بصراحة ما عندي فترة هنا ولا عندي مستقيمين وحسب ما كتبت لك قبل شوية قلت لك اذا ما نطيتك فترة ولا نطيتك مستقيمين فهنا هذول النقاط راح يمثلون نقاط تقاطع الدالة مع محور السينات يعني صفر واحد واثنين ستقول لي يمكن بالعاكس صائرة يعني ما بالفعل المنطقة الشون صائرة بس المهم هنا طبعا راح نختارهم الصفر والواحد والاثنين يعني منطقة اولى ومنطقة ثانية هنا طبعا المنطقة الاولى من صفر الى واحد والمنطقة الثانية من واحد الى ثنين فالمنطقة الاولى من صفور إلى واحد أكامل بيها الدالة الأصلية X تكعيب ناقص ثلاثة X تربيع زائد 2X DX تمام X تكعيب راح يصير عندنا X أربعة على أربعة ناقص X تكعيب يعني ثلاثة X زودها واحد ثلاثة X تكعيب على ثلاثة يعني X تكعيب والاثنين X راح يصير عندنا X تربيع وطبعا أعوض بالواحد وبالصفر تمام وأبدي أعوض بالواحد راح يصير عندنا 1 على أربعة ناقص 1 تكعيب وواحد زائد 1 تربيع هاي عوضنا بيمن بالواحد ناقص نعوض بالصفر صفر وبصفر وبصفر إذن صفر تمام ف السالب واحد ويه الموجب واحد راح يروح فيبقى أن 1 على يمن على أربعة هاي المساحة الأولى أما بالنسبة للمساحة الثانية فهي راح تكون من واحد إلى ثنين من واحد إلى ثنين أحسب بيها تكامل هاي دالة نفسها اللي هي مني X تكعيب X تكعيب ناقص 3 X تربيع زائد 2 X وأيضا راح أكامل نفسها تكامل يعني X أس أربعة على أربعة هاي راح تصير X تكعيب وهاي راح تصير X تربيع وهاي نعوضها بيمن بالاثنين وبالواحد فأعوض بالاثنين 2 أس أربعة 16 أعلي من على أربعة أربعة 2 تكعيب 8 2 تربيع أربعة هاي عوضنا طبعا بالاثنين حاليا ناقص راح نعوض بالواحد 1 أربعة 1 أعلى أربعة ناقص 1 تكعيب 1 1 تربيع 1 تمام بهالشكل هذا بعدين عدنا الأربعة ويه الأربعة 8 8 ناقص 8 0 يعني هاي جهة كامل راح تنطيني 0 سالب 1 وموجب 1 يروح يبقى أنه سالب 1 على أربعة يعني هنا المساحة الكلية راح تصير مطلق المساحة الأولى زائد مطلق المساحة الثانية فالأولى فالأولى اللي هي 1 على أربعة والثانية اللي هي السالب 1 على أربعة فراح يصير عدنا هاي تطلع موجب هنا أيضا موجب ربع زائد ربع راح تنطينا نص ربع زائد ربع نص والنص هو 1 على 2 يون تربيع هاي طبعا حسبنا المساحة للدالة ومحور السينات السؤال رقم 4 أيضا قال جد مساحة المنطقة المحددة بالمنحن هذا ومحور السينات وعلى الفترة هاي اللي راح يصير انه أولا انصفر الدالة fx تساوي نص صفر فاش راح يصير عدنا x تربيع ناقص واحد يساوي نص صفر بعدها راح يصير عندي x تربيع يساوي نواحد إذن x تساوي موجب أو سالب واحد هنا طبعا الفترة موجودة لذلك هي الفترة اللي راح تقرر ناخذ يا قيمة من قيم x السالب واحد موجودة هنا إذن تأخذ والواحد موجود هنا إذن يأخذ أيضا وصار عندي ثلاث مناطق المنطقة الأولى والمنطقة الثانية والمنطقة الثانية كل منطقة تحدد بفترة الفترة هي من سالب اثنيا إلى سالب واحد ومن سالب واحد إلى واحد ومن واحد إلى ثلاثة إذن كل منطقة تحدد بفترة والفترة تمثل حدود التكامل إذن أول منطقة عدنه من سالب اثنين إلى سالب واحد هاي أول منطقة من سالب اثنين إلى سالب واحد هاي اكس تربيع ناقص واحد دي اكس أكامل هاي فراح تصير عدنه اكس تكعيب على ثلاثة ناقص اكس وبعدين طبعا أعود فبالسالب واحد وبالسالب اثنين فأعوض بالسالب واحد راح تصير عدنه سالب واحد تكعيب يعني سالب واحد على ثلاثة سالب واحد واني عندي سالب إذن موجب واحد عوض بالسالب واحد ناقص أعوض بالسالب اثنين سالب اثنين تكعيب سالب ثمانية على ثلاثة وهنا سالب راح تصير موجب اثنين طيب شراح يصير عندي 3 في 1 3 ناقص 1 راح يصير 2 على 3 سالب هنا طبعا عندي 3 في 2 6 6 وسالب 8 سالب 2 على 3 واني عندي سالب راح يصير موجة ب2 على 3 اذا 3 ناعدنا 2 زائد 2 4 على 3 هاي المنطقة الأولى المنطقة الثانية من سالب 1 إلى 1 وأكامل نفس الدالة dx لx تربيع راح يصير x تكعيف على 3 والواحد راح يكون x أعوض بالواحد مرة والسالب واحد مرة أخرى فأعوض بالواحد فراح يصير عندي 1 على 3 ناقص 1 ناقص بالسالب واحد راح يصير سالب واحد على 3 موجة بواحد تمام فراح يصير عدنا طبعا 3 في سالب واحد سالب 3 وعدنا موجة بواحد سالب 2 على 3 سالب 3 في واحد ثلاثة ناقص واحد 2 على 3 إذن هاي ثلاثة سالب 2 وسالب 2 سالب 4 على 3 فهاي ثاني منطقة أما بالنسبة للمنطقة الثالثة فراح تكون من 1 إلى 3 فأكس تربيع ناقص واحد دي أكس أكاملها فراح يصير أكس تكعيب على 3 ناقصا أكس وأجي أقول بالتلاثة وبالواحد فأعوض بالتلاثة راح يصير 27 على 3 يعني 9 ناقصا 3 هاي عوضت بيمن بالتلاثة ناقص بالواحد واحد على ثلاثة ناقص واحد تمام فتسعة على ثلاثة أو عفواً تسعة ناقص ثلاثة ستة سالب ثلاثة في سالب واحد سالب ثلاثة وأني عندي موجب يعني سالب 2 على ثلاثة هنا راح يصير عندي ستة زائد 2 على ثلاثة إذن 3 في 6 3 في 6 ثمنطعش زائد 2 20 على ثلاثة هاي المساحة الثالثة هسا المساحة الكلية مساحة الكلية هي مطلق المساحة الأولى زائد مطلق المساحة الثانية زائد مطلق المساحة الثالثة إذن 3 مساحات طيب المساحة الأولى هي 4 على ثلاثة طلعت عدنا المساحة الثانية طلعت عدنا سالب 4 على ثلاثة المساحة الثالثة هي 20 على ثلاثة طبعا هاي القيم كلها تطلع من المطلق موجب فنجي نجمعهن هسا راح مقامنا يبقى ثلاثة أربعة زائد أربعة ثمانية زائد عشرين ثمانية وعشرين على ثلاثة بيون التربيع ننتقل إلى السؤال الخامس طبعا كل الأسئلة اللي راح نحلها نفس الحل احتمال يعني مرات بالعكس نحن ننطيك المساحة لكن نفس المبدأ سؤال رقم خمسة يقول جد المساحة للمنطقة المحددة بالمنحني ومحور السينات والمستقيمين منطيني مستقيمين هنا مثل ما اتفقنا بالملاحظة إذا لم يعطي فترة وأعطى مستقيمين فالمستقيمين يمثلون فترة طيب نجع الدالة ما لتنا نصفرها دالة هاي سما شوفها هاي X أس أربعة يعني راح الصير X أس أربعة ناقص X يساوينا صفر أسحب الـ X مشترك فيبقى أن X تكعيب ناقص واحد يساوينا صفر إذن أما X تساوينا صفر هاي أول قيمة أو X تكعيب ناقص واحد يساوينا صفر يؤدينا إلى أن X تكعيب تساوي واحد يؤدينا إلى أن X تساوينا واحد يأخذ الجذر التكعيبي لما نأخذ الجذر التكعيبي للطرفين X تساوي واحد قيم طبعا الفترة مالتنا من سالب واحد إلى واحد قيم X يا هي اللي انتمت للفترة وجزأتها هي الصفر فقط زين والواحد ينتمي لكنه لا يجزي يعني كم منطقة صارت عندنا منطقة أولى ومنطقة ثانية تمام المنطقة الأولى من سالب واحد إلى صفر والمنطقة الثانية من صفر إلى واحد تمام فالمنطقة الأولى اللي هي من سالب واحد إلى صفر ونكامل الدالة X أس أربعة ناقص X دي أكس نكامل هي X أس خمسة على خمسة ناقص X تربية على ثنين هاي هسا إحنا شوينا كاملنا هسا نيجي نقول نعوض بالصفر وبالسالب واحد بالصفر لما نعوض راح يصير عندي صفر هناهم صفر يعني تطلع صفر بالسالب واحد سالب واحد أس خمسة هي سالب واحد على خمسة سالب واحد تربيع هي موجب واحد على ثنين أنا عندي سالب طبعا هنا ما راح يتأثر طيب هنا عندي سالب أنا برا أوحد مقامات على عشرة عشرة على خمسة اثنين نين في سالب واحد سالب اثنين عشرة على اثنين خمسة خمسة في سالب واحد سالب خمسة طيب سالب اثنين سالب خمسة سالب سالب اثنين سالب خمسة سالب سبعة أنا عندي سالب إذن موجب سبعة على عشرة هاي بالنسبة للمساحة الأولى المساحة الثانية هي من صفر إلى واحد وأكامل الدالة نفسها شنو تكامل الأكسوس أربعة أكسوس خمسة على خمسة والأكس أكس تربيع على اثنين وطبعا مرة بالواحد ومرة بالصفر لما نعوض بالواحد راح يصير عندي واحد على خمسة وهنا واحد على اثنين هاي عوضت بالواحد ناقص أعوض بالصفر صفر بصفر راح يصير عندي صفر طيب أوحد مقامات على عشرة عشرة على خمسة اثنين اثنين في واحد اثنين عشرة على اثنين خمسة خمسة في واحد خمسة اثنين ناقص خمسة سالب ثلاثة على عشرة هاي المساحة الثانية المساحة الكلية راح تكون عندي المساحة الاولى زائد المساحة الثانية المساحة الاولى هي سبعة على عشرة زائد سالب ثلاثة على عشرة فاش راح يصير عندي سبعة على عشرة زائد ثلاثة على عشرة هنا عشرة سبعة زائد ثلاثة عشرة على عشرة يعني واحد يونيت تربية هاي السؤال رقم خمسة ننتقل للسؤال السادس سؤال رقم ستة قال جد المساحة المحددة بالدالة بعدها راح نسحب عامل مشترك الاكس بعد تصفير الدالة او الواي فراح يبقى اننا اكس تربيع زائدين اربعة اكس زائدين ثلاثة يساوينا صفر اهاي هنا عدنا تجربة صارت عدنا فاكس باكس زائد زائد ثلاثة واحد فاما اكس تساوينا صفر يؤدينا الى انو ولو ماكو يؤدينا الى انو لان هي اصلا اكس صفر او احتمال اخر اكس زائد ثلاثة تساوي صفر يعني الاكس تساوي سالب ثلاثة او اكس زائد واحد هي اللي تساوي صفر اذا الاكس تساوي سالب واحد اذا اهنا انا صار عندي ثلاث قيم وما عندي فترة ولا مستقيمين فارتبهم سالب ثلاثة وسالب واحد وصفر فصار عدنا منطق تين المنطقة الاولى هي اي وان والمنطقة الثانية هي اي تو المنطقة الاولى اللي هي اي وان راح اصير عدنا حدودها من سالب ثلاثة لسالب واحد والمنطقة الثانية من سالب واحد الى صفر فالمنطقة الاولى اللي هي اي وان من سالب ثلاثة الى سالب واحد اخذ الدالة نفسها واكاملها اكس تكعيب اربعة اكس تربيع اتلاثة اكس دي اكس طيب اكاملها راح اصير اكس اربعة على اربعة اربعة اكس تكعيب على ثلاثة ثلاثة اكس تربيع على اثنين واعوض واحسب مرة بالسالب واحد مرة بالسالب ثلاثة فاعوض مرة بالسالب واحد راح اصير واحد على اربعة سالب واحد تكعيب سالب واحد في اربعة السالب أربعة على ثلاثة وسالب واحد تربيع واحد في ثلاثة ثلاثة على اثنين تمام فهسا احنا عوضنا بيمن عوضنا بالسالب واحد ناقص راح نعوض بالسالب ثلاثة السالب ثلاثة أس أربعة راح نصير واحد وثمانين على أربعة سالب ثلاثة تكعيب سالب سبعة وعشرين في أربعة سالب مية وثمانية على ثلاثة وعدنا سالب ثلاثة تربيع تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين على ثنين طيب اللي راح نسويه هو واحد على أربعة ناقص أربعة على ثلاثة زائد ثلاثة على اثنين دخل السالب على القوس راح يصير سالب واحد وثمانين على أربعة موجب مية وثمانية على ثلاثة سالب سبعة وعشرين على اثنين أبدأ هسا أشوف يا كسور عندي مقاماتهم موحدة يعني هذا مثلا وهذا فهنا عدنا أربعة واحد ناقص واحد وثمانين سالب ثمانين على أربعة وعدنا سالب أربعة على ثلاثة وموجب مية وثمانية على ثلاثة موجب فنختار طبعا المقام اللي هو ثلاثة سالب أربعة وموجب مية وثمانية موجب مية واربعة على ثلاثة موجب ثلاثة على اثنين سالب سبعة وعشرين على اثنين سالب أربعة وعشرين على اثنين هنا سالب ثمانين على أربعة سالب عشرين وزاهد مية واربعة على يمن على ثلاثة وهاي سالب منه 12 سالب 12 وسالب 20 سالب 32 زائد 104 على يمن على 3 طيب هناش راح يصير راح يصير المقام اللي هو منه 3 3 في سالب 32 راح يصير سالب 96 سالب 96 وموجب 104 راح يصير موجب 8 على 3 هاي المساحة الأولى المساحة الثانية خليتها عليكم واجب مطالبين بيها أنتو طيب ننتقل للسؤال رقم 7 سؤال رقم 7 يعني شوية غيرنا السؤال عن النمط المعتاد فهنا قال إذا كانت المساحة بين المنحنة هذا ومحور السينات وعلى الفترة هاي تساوي 16 على 3 يعني هنا أصلاً احنا منطينك المساحة شنو المطلوب من عندي قال قيمة A وين هاي الآي قال بالفترة صفر صفر وA لا طيب احنا عدنا قانون مساحتنا تساوي من صفر إلى A كامل الدالة اللي هي مني جذر X DX تمام طيب نقول لي ما يحتاجه نصفر لا ما يحتاج لي أنه هنا هو أصلاً مصفر وحاسبها يعني بهاي الفترة هاي لقد المساحة طالعت لي المساحة هو ناطينيا 16 على 3 وهنا طبعاً ما أقدر أكامل فراح أحول الجذر إلى صيغة وC DX بعدها راح يصير عندي 16 على 3 هنا راح أكامل فراح يصير عندي 3 على 2 على 3 على 2 وهاي كلها طبعاً أحسبها مرة بالـ A ومرة بالصفور مو 16 على 3 يساوي هاي تقلى بالصير 2 على 3 جذر التربيعي للـ X تكعيب ونعوض مرة بالـ A ومرة بالصفور نضربها في 3 فراح الـ 3 تروح ونقسمها على 2 فهاي راح يصير 8 ومنها يبقى أننا بس الجذر التربيعي للـ X تكعيب سأقدر أعوض براحتي فأعوف الـ 8 وعوض الـ A تحت الجذر راح يصير الجذر التربيعي للـ A تكعيب ناقص الجذر التربيعي للصفور يعني 8 يساوي جذر التربيعي للـ A تكعيب طيب شون نقدر نخلص من الجذر التربيعي نربع الطرفين وراح هاي يصير 64 وهذا راح يصير A تكعيب بأخذ الجذر التكعيب للطرفين راح أقدر أحصل على قيمة A اللي هي تساوينا 4 بهالشكل البسيط ممكن يعني السؤال يقلبه ينطيك هو المساحة عادي جدا ماكو أي مشكلة نفس التكامل المحدد لما يكان أكو مجاهيل يصيران هنا بحدود التكامل نحسب هذا سؤال رقم 8 جد مساحة المنطقة المحددة بالدالة هنا طاني دالة دالة ساين ومحور السينات وعلى الفترة سالب باي على اثنين باي نحن بصراحة ما تفرق عندنا الدالة دالة ساين أو كوساين أو دالة اعتيادية المهم نحن راح نصفر الدالة بالبداية هاي ساين طبعا فراح نكتب ساين لأكس يساوي نصفر طيب هنا طبعا أكو قانون ذكرنا سابقا مبارهنة رول إذا تذكرونها فقلنا إنه الساين يا زاوية ساينها صفر الزاوية اللي ساينها صفر صح سأنت يجب بالك يمكن الصفر الباي صح تو باي نعم بس أكو بعد زوايا ساينهم صفر لذلك هنا أنت لازم تكتب هذا القانون اللي ذكرناه قديما أول زاوية ساينها صفر هي الصفر وقلنا إنه تكتب زايد إن باي بعدين إكس شراحة تساوي إنه صفر زايد إن باي إن باي طبعا هذا قانون ثابت بعد يعني إذا ما تشوف ساين تساوي صفر إنت تيجي تأخذ الزاوية تقول يا با الزاوية تساوي صفر زايد إن باي طيب اللي إن مني هاي اللي إن أعداد صحيحة بعدها نبدأ نروح نختار قيم للإن فنختار مرة الصفر ومرة الواحد ومرة الاثنين ونبقى نعوض بالموجب نرجع النوب وناخذ بالسالب سالب واحد وسالب الاثنين ونبقى نعوض بالسالب هذه قيم نختارها لإن نروح نعوضها بس هذولي لا طبعا ممكن تختار أكثر سنقول إيش قد أختار هس راح أفهمك آني أولا راح أختار الصفر أعوض بالقانون مالنا فراح يصير عدنا الـ x يساوي صفر باي يعني صفر إذن هاي أول قيمة الـ x هاي بالفعل طلعت تنتمي للفترة مالتنا سالب باي على 2 باي لا مو بس هيتش وتجز الفترة بعدين أروح أختار قيمة الـ الواحد أعوضها بالقانون راح يصير عدنا الـ x تساوي باي وهاي طبعا أيضا تنتمي للفترة مالتنا سالب باي على 2 وباي لكنها لا تجز نرجع نغير نختار الـ n يساوي 2 فالـ x تساوي 2 باي هاي 2 باي هاي ما تنتمي أصلا للفترة مالتنا سالب باي على 2 وبي إذن هاي نتوقف بعد ما نختار قيمة أخرى تقول لي ليش مو اللي بعدها أكيد ما راح تنتمي للفترة هاي تقول لي يعني أنا أبقى أعوض إلى حد تطلع قيمة ما تنتمي للفترة أتوقف بالضبط هستحول على الأعداد السالبة تروح تعوض بمكان الـ n بسالب واحد إيش قد راح تصير عدنا الـ x سالب y لأن سالب by زين هل هاي موجودة بالفترة سالب by على 2 إلى by لا تقول لي هاي خارج الفترة إذن خلص بعد حتى القيمة الثانية هم راح نعوض طبعا انتبه للقانون لأن القانون ثابت وبعدي اتبه على هاي قيمة هاي شون نعوض وخلص إذن هس احنا فترتنا من سالب by على 2 إلى by قيمة الوحيدة اللي انتمت جزأت هي الصفر إذن مساحة أولى ومساحة ثانية المساحة الأولى من سالب by على 2 إلى صفر والمساحة الثانية من صفر إلى by هاي المنطقتين راح أحسب مساحتهم المساحة الأولى اللي هي من سالب by على 2 إلى صفر أروح أجيب الدالة اللي هي ساين الـ dx أبدأ هاي دالة الساين أريد أكاملها دالة الساين تكاملها معروف سالب كوساين لأن هي من التكاملات المباشرة فالصفر وبالسالب by على 2 لازم أعوض أعوض بالصفر هذا السالب راح عوفه خارج قوس برا تميأثر علي هنا فلما نعوض بالصفر راح صير كوساين الصفر ناقص كوساين السالب by على 2 تمام فهي سالب كوساين الصفر 1 ناقص سالب بالكوساين تهمل كوساين التسعين راح صير عدنا صفر إذن 1 ناقص صفر 1 عدنا سالب برا إذن سالب 1 هاي المساحة الأولى المساحة الثانية من صفر إلى by أكامل دالة الساين تكاملها السالب كوساين نفسه نعوض مرة بالby ومرة بالصفر لما نعوض بالby راح صير كوساين الباي ناقص كوساين الصفر ناقص سالب كوساين الباي سالب واحد كوساين الصفر واحد تمام سالب واحد وسالب واحد سالب اثنين عندي سالب برا راح صير موجب اثنين إذن المساحة الكلية راح ساوين المساحة الأولى زائد المساحة الثانية المساحة الأولى هي سالب واحد المساحة الثانية هي اثنين اجمعهم هذا راح يطلع واحد وهذا راح يطلع اثنين فالنتيجة الكلية ثلاثة يون التربيع هاي المساحة طبعا اعزائي معروف اليوم التليفون شبيه هاي ثالث مرة يفصل واعيد بعض حلل اسئلة لا وهسا حاليا انا ما ادري بي اصلا هو فاصل يعني طافي قاطع التصوير واني كنت اشرح بهذا السؤال ومندمج بي وبوع وهس حاليا ساعة تقريبا اربعة ونص بالليل فبصراحة راح اعيد الشرح يعني اللي شرحت هس حتى ما ارجع اكتب من جديد فطبعا السؤال هذا رقم تسعة جد مساحة المنطقة المحددة بالدال لهاي يساوي كوساين الاكس ومحور السينات وعلى الفترة سالب باي وباي طبعا اول خطوة من خطوات الحل الدال اللي واي صفرتها كالعادة يعني فكوساين الاكس تساوي صفر فيا زاوية كوساين ها الصفر الزاوية اللي كوساين ها الصفر واول وحدة هي الباي على اثنية لذلك كان اش كتبت كتبت اكس تساوي باي على اثنين هاي اول زاوية كوساين صفر بعد لازم نكتب زائد ام باي وهذا قانون طبعا خاص بالكوساين وثابت فحاول تفهم اي زاوية كوساين صفر تسعين زائدا ام باي الان اعداد صحيحة كالعادة اختارينا للان صفر واحد اثنيا سالب واحد سالب اثنيا وعوضتهم بالقانون بمكان الان فعوضت الصفر بالبداية فصار عندي باي على اثنين زائد صفر يعني باي على اثنين هاي انتمت للفترة وجزيتها فاستمرت اخذت الواحد عوضت الواحد هنا فصار عندي باي على اثنين زائد باي جمعت اثنين في باي اثنين باي زائد باي ثلاثة باي على اثنين طلعت ما تنتمي فتوقفت ما أخذت القيمة اللي بعدها حولت للقيم السالبة فأخذت إن يساوي سالب واحد أخذتها للقانون عندنا سالب واحد هنا عوضت فصار عندي باي على ثنيا سالب باي ثنيا فيه سالب باي سالب ثنيا باي وموجب باي سالب باي على ثنيا طبعا هاي انتمت وجزأت رجعت اختاريت الآن سالب اثنين عوضتها بالقانون فمكان الآن عوضت سالب اثنين فاثنين فيه سالب اثنين باي سالب اربعة باي وموجب باي سالب ثلاثة باي على اثنين هاي ما انتمت توقفت بعد ففترتي الكلية من سالب باي الموجب باي السالب باي على اثنين هنا والموجب باي على اثنين هنا صار عندي ثلاث مناطق المنطقة الأولى من سالب باي لسالب باي على 2 المنطقة الثانية من سالب باي على 2 إلى موجة باي على 2 المنطقة الثالثة من باي على 2 إلى باي وحسبت المساحة الأولى من سالب باي إلى سالب باي على 2 الكوسين هي الدالة مال 2 تكاملها ساين عوضت بالسالب باي على 2 ناقص عوضت بالسالب باي السالب بالساين تتقدم ساين بتسعين واحد فصار سالب واحد هنا السالب تقدمت صار موجب ساين البي صفر إذن سالب واحد هاي بالنسبة للمساحة الأولى المساحة الثانية من سالب باي على اثنيين الباي على اثنيين للكوا ساين تكاملها ساين وجاي عوضت التسعين وعوضت السالب تسعين ساين التسعين واحد السالب هاي تتقدم ستصير موجب ساين التسعين واحد إذن النتيجة اثنيين وهذا بقت علينا المساحة الثالثة اللي هي من سالب أو عفوا من باي على ثنيا إلى باي أكامل دالة الساين تكاملها هيصير كوساين الأكس فأعوذ بالباي وبالباي على ثنيا فلما أعوذ بالباي راح يصير العفو هنا آنهم غلطت نادالة مالتنا كوساين العفو فتكاملها هيصير ساين وأعوذ بالساين ساين الباي ناقص ساين الباي على ثنيا ساين الباي صفر الساين التسعين واحد صفر ناقص واحد ناقص واحد مساحة الكلية يمطلق المساحات كلهم أول وحدة طلعت سالب واحد وثاني وحدة ثنيا وثالث وحدة سالب واحد بالمطلق كلهم فهاي تطلع واحد وهاي اثنيا وهاي واحد أربعة يونت تربيع أهاي المساحة طبعا سؤال آخر سؤال رقم عشرة حول المساحة المحددة بمنحن الدالة ومحور السينات جد مساحة المنطقة المحددة بالمنحني ويساوي ساين ثلاثة اكس ومحور السينات وعلى الفترة هاي أول خطوة ويساوي لنا الصفر ساين الثلاثة اكس تساوي لنا الصفر طيب الثلاثة اكس هاي يا يا خلي نقول يا قيمة ال اكس تخلي الساين ما لها صفر تقول لي هاي بيها قانون الثلاثة اكس يساوي صفر زائد ام باي هذا قانون الساين اللي ذكرناه صفر زائد ام باي ام باي اقدر ارتب القانون بعد اسهل سوي ام باي اعلى ثلاثة اذا هذا قانوننا حاليا هو هذا القانون العام بعد انت من عنده تقدر تبسط لان تنتمي الازت هنا فترتنا طبعا موجبة فراح اختار الصفر اختار الواحد اختار الاثنين واشوف ازين تقول لي بالسالب ما يحتاج بالسالب ليش لان بالسالب الفترة اصلا موجبة لذلك اي قيمة راح تطلع ما تنتمي اكيد فاعوض الصفر الصفر باي يعني صفر على ثلاثة صفر تنتمي للفترة فترة الصفر باي على اثنين تنتمي ولكنها لا تجز عندما ان يساوي واحد اكس تساوي هنا عوض واحد واحد باي على ثلاثة يعني باي على ثلاثة تنتمي هاي الباي على ثلاثة تنتمي وتجز عندما اثنين اكس تساوي 2 باي على 3 2 باي على 3 طبعا هاي ما تنتمي للفترة فهاي أصلا ما تنتمي حتى أقول عليها تجزي وما تجزي فترتنا الكلية من صفر إلى باي على 2 القيمة الوحيدة اللي انتمت وجزأت هي البي على 3 صار نعدنا مساحة مساحة أولى مساحة ثانية مساحة الأولى من صفر البي على 3 والمساحة الثانية من باي على 3 إلى باي على 2 تمام فنحسب المساحة الأولى اللي هي من صفر إلى باي على 3 أجيب الدالة طبعا مالتنا اللي هي الساين 3x وأكاملها هاي تكامل مباشر تكامل المباشر يحتاج مشتقة الزاوية 3 وأقسم هنا على 3 هسه أبدأ كامل الساين هي سالب كوساين عدنا هنا 1 على 3 لا تنسى سالب 1 على 3 كوساين 3x أعوض مرة بالبي على 3 ومرة بالصفر فهاي السالب 1 على 3 راح أعوفها أعوض بالبي على 3 وراح يصير عدنا كوساين 3 في باي على 3 ناقص كوساين 3 في صفر تمام الـ 3 وإلى 3 راح تروح فيبقى عندي كوساين الباي اللي هو سالب 1 ناقص 3 في صفر صفر فكوساين الصفر اللي هو 1 فسالب 1 وسالب 2 راح يصير عفوا عفوا سالب 1 وسالب 1 سالب 2 سالب 2 في سالب 1 موجة بـ 2 على 3 هاي المساحة الأولى المساحة الثانية هي راح تكون من باي على 3 إلى باي على 2 كامل الدالة نفسها اللي هي ساين 3x dx هنا طبعا الساين تكامل مباشر يحتاج مشتقة الزاوية هنا 1 على 3 1 على 3 الساين تكاملها السالب كوساين الـ 3x ونعوض طبعا بالباي على 2 وبالباي على 3 فالسالب 1 على 3 راح أعوفها أعوض بالباي على 2 كوساين 3 باي على 2 ناقص كوساين 3 في باي على 3 تمام فالسالب 1 على 3 كوساين الـ 3 باي على 2 صفر ناقص هاي تروح منها كوساين الـ باي سالب 1 هاي عندي سالب موجب 1 موجب 1 زاد صفر موجب 1 في سالب 1 على 3 سالب 1 على 3 إذن المساحة الكلية هي مطلق المساحة الأولى اللي هي 2 على 3 زاد مطلق المساحة الثانية هاي راح أصير 2 على 3 زاد 1 على 3 يعني 3 على 3 يعني 1 بيون التربيع به الشكل البسيط هذا السؤال الأخير اللي ما راح نكمل حلة لك راح نمطيك فقط البداية لأن صارت مكررة ومملأ السالفة دي يقول جد المساحة المحددة بالمنحنة هذا ويساوي 2 كوساين تربيع لأكس ناقص 1 ومحور السينات وعلى الفترة فأول خطوة طبعا أباوع لدى اللي ما لدي هاي شكلها بصراحة مألوف نوعا ما وهاي يتمثل علاقة هاي والثانية اللي هي مني اللي هي 1 ناقص 2 ساين تربيع الأكس هاي أيضا علاقة والثالثة هي مني كوساين تربيع الأكس ناقص ساين تربيع الأكس هذولي ثلاثتهم ينطوني نفس الدالة اللي هي مني هي ايه مني هي كوساين 2 أكس فهذولي ثلاثتهم جاءت في الامتحان الوزاري وطبعا ثلاثتهم هي نفس الدالة كوساين 2 أكس لما تجيك أي وحدة من عندهم فانتبه حولها للعلاقة مالتك وبعدين نصفرها وكمل حله بالبداية طبعا لما نصفرها راح تصير كوساين 2 أكس يساوي صفر يا زاوية كوساينها يساوي صفر تقول لي والله اللي كوساينها يساوي صفر هي الباي على 2 وبعد تقول لي زايد م باي إذن هذا هو قانون هنا طبعا الان ينتمي إلى ز فتبدي تختار قيم تباوى على فترتك فترتك موجبة أصلا يعني راح نختار الصفر والواحد والاثنين ونروح نجرب نشوف يا هي تنتمي ويا هي لا فهي عندك 2 أكس لا تنسي ناعدنا باي على 2 هنا راح أعود صفر فراح يطلع عندنا صفر إذن 2 أكس يساوي باي على 2 أقسم على 2 إذن الأكس تساوي باي على 4 هاي القيمة الأولى لأكس اللي هي تنتمي وتجزي نجي نعوض بمكان الان واحد فراح يصير عندنا 2 أكس يساوي باي على 2 زائدا 1 باي يعني باي إذن 2 أكس يساوي 2 في باي 2 باي زائد باي 3 باي على 2 أقسم على 2 راح أصير عندنا الأكس يساوي 3 باي على 4 طبعا هاي ما تنتمي للفترة لأن الفترة من صفر الـ 90 فما تنتمي لها إذن القيمة الوحيدة اللي انتمت هي الباي على 4 ما يحتاج ناخذ بعد لا طبعا ما يحتاج المساحة الأولى والمساحة الثانية المساحة الأولى هي من صفر إلى باي على 4 نكامل الدالة كو أساين 2 X T X وتكامل وتحسب والمساحة الثانية أيضا من باي على 4 إلى باي على 2 وتكامل وتحسب ها إن شاء الله الدرس الجاي ناخذ المساحة المحددة بالدالتين وبعدها نختب الفصل بعد أكو درس يعني آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته